السلام عليكم ورحمة الله مشابعين الكرام كيف حالكم وحال طيوركم أتمنى أن يكون كل شيء بخير وعلى خير موضوع حلقة اليوم إن شاء الله سيكون حول وصفة طبيعية لتجهيز ذكر كناري لموسم تزاوج طبعا سبق لي وتحدث في أحد الحلقات عن البرنامج الغذائي الذي أتبع شخصيا مع ذكر كناري لتجهيزهم لموسم تزاوج نقطة أود التطرق إليها قبل البدء في الشرح هو أنني يا إخواني أخواتي وضعت لكم مواضيع التحضير والتجهيز لموسم تزاوج قبل وقتها يعني عندما يصير موسم التزاوج ستجد يا أخي في القناة كل أجوبة حول الأسئلة التي تدور في رأسك لأن هناك من بدأ في الإنتاج مبكرا وهناك من ينتظر فصل الربيع يعني كل مربي اختار الوقت المناسب للبدء في الإنتاج أما أنا شخصيا سأبدأ في تجهيز طيوري إن شاء الله في النصف من شهر يناير وبالنسبة للخطة التي سأشارك معكم اليوم فهي التي أعتمد عليها في تجهيز الضكور وأنا تعمل تقديمها في هذا الوقت لكي تعتاد عليها الطيور لأنني سأبدأ في تغيير نظام غذائي تدريجيا لكي لا أقع في المشاكل في موسم التزاوج مثل دخول الطيور في غيار الرش مفاجئ أو إصابتها ببعض الأمراض يعني يا أخي لا أنصحك بتغيير نظام غذائي لطيورك دفعة واحدة لكي تتفادى المشاكل وتنجح في موسم التزاوج قبل الشرح لا بأس يا أخي في أن تشارك في القناة وتفعيل جارة التنبيات ليصلك كل جديد إن شاء الله فرجة ممتعة إخواني أخواتي الكرام مرحبا بكم من جديد سنحتاج في هذه الوصر إلى القرنبيط يعني الشيف لور كما تلاحظون في الصورة فهو يشبه البروكلي من حيث الشكل وكذا المنافع وما دفعني إلى الاعتماد على الشيف لور هو أنه موجود بكثرة في الأسواق يعني لن نجد أي صعوبة في الحصول عليه على عكس البروكلي فوجوده محدود في الأسواق والكثير من الإخوة لا يستطيعون الحصول عليه سنحتاج أيضا إلى بيضة مصطوقة بخصوص مدة سلق البيض هي عشرة دقائق كما تشاهدون في الصورة يعني حتى يصبح صفار البيض أكثر صلابة سنحتاج أيضا إلى حبوب بريل فهي غنية عن التعريف وفوائدها عظيمة بالنسبة للطيور وكنصيحة لإخواني في المغرب فحبوب بريل هذه الأيام غير موجودة في الأسواق يعني إذا وجدتها اشتري منها كمية كبيرة فلن تندم على ذلك خصوصا أن موسم تزاوج اقترب وحبوب بريل يتم تقديمها للأزواج يوميا لإطعام فراخ صغيرة الشيء الأخر الذي سنحتاج إليه هو خلطق تتكون من اللوز والجوز يعني القرقاع وكذا مصحوق الخروب يعني السرغوة ننتقل إلى تحديل الخلطق سنقوم ببشر أوحك الشيفلور حتى يصبح أجزاء صغيرة كالتي تشاهدون في الفيديو ونفس الأمر سنقوم به مع الويد المسلوق ثم نضيف ملعقتين من الحجم الصغير من حبوب بريل وملعقتين من خلطة اللوز والجرقاع وكذا الخروب ونحرك جيدا حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ونعطي لكل ذكر ملعقة صغيرة في المعلف مدة تقديم هذه الوصفق في فترة التجهيز هي مرتين في الأسبوع ويمكن أيضا إضافة الباطج أو مسحوق قالسيوم أو أي فيطامين يساعد على الجهوزية إلى هذه الوصفة متابعينا الكرام هذا ما كان في حلقة اليوم أتمنى أنني أفدتكم ولو بالقليل دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم